موسيقى بمناسبة انتهاء فترة عمله رئيس الوزراء يستقبلوا في عدن الممثل المقيم للأمم المتحدة في ظل الأوضاع الراهنان عقاد ورشة بعضا حول تقييم سياسة الأجور للوقوف أمام مستجدات الوضع الأمني لم نس يشدد على التحليب المسؤولية في آداء الواجب الوطني وتقدير التضحيات للتخفيف من حالة الازدحام محافظ حضر موت يتفقد العمل بمسارة طرق جديدة بالمكلة من مبنى تلفزيون حضر موت بمدينة المكلة نقدم لكم نشرة اخبارية مفصلة ونبدأها مع مجلس الوزراء الذي كرس اجتماعه المنعقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك مناقشة الوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية على ضوء التقرير المقدم من محافظة البنك المركزي اليمني ومستوى الانجاز في تنفيذ الاصلاحات والتنسيق القائم لضبط اسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الارادات العامة تقرير محافظة البنك المركزي استعرض اهم المؤشرات الاقتصادية والوضع الاقتصادي الحالي والسياسة النقدية والاصلاحات المؤسسية وجهود البنك للحفاظ على استقرار اسعار الصرف عبر استخدام ادوات السياسة النقدية اضافة الى المعالجات المطلوبة واشاد المجلس بمستوى التنسيق بين السياستين المالية والنقدية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتقفيف معاناة المواطنين المعيشية رغم الصعوبات الكبيرة الناجمة عن الحرب الاقتصادية لميليشيا الحوث الارهابية واستهداف موانئ تصدير النفط الخامة واحطى رئيسه الوزراء اعضاء المجلس بمستجدات الاوضاع على مختلف المستويات منبها من مخاطر تهديد ميليشيا الحوث الارهابية بدعم من النظام الايراني لحرية الملاحة الدولية وتداعياته على الاقتصاد اليمني ومفاقمة الازمة الانسانية الاسوأ في العالم ورحب مجلس الوزراء باعلان التوصل الى اتفاق هدنة انسانية في قطاع غزة معربا عن امله في ان تقضي الجهود المبذولة في الوصول لهذا الاتفاق على طريق الحل الشامل والمستدام للقضية الفلسطينية العادلة وجدد المجلس والتأكيد على رفض الحكومة اليمنية المطلق للعمل الارهابي الحوثي غير المسبوق الذي سهدف سلامة الملاحة الدولية وحريتها وبرك مجلس الوزراء اطلاق رئيس الوزراء حملة رسمية وشعبية لاغاثة الشعب الفلسطيني في غزة امتدادا للمواقف اليمنية الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة استقبل رئيس مجلسي الوزراء الدكتور معين عبد الملك اليوم في العاصمة المواقعة عدن الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق اشعون الانسانية في اليمن ديفيد جريسلي وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء فترة عمله رئيس الوزراء شاد بالجهود الاستثنائية التي بذلها جريسلي خلال فترة عمله في اليمن والانجازات التي حققها وفي مقدمتها تنفيذ المرحلة الاولى واستكمالها من خطة الانقاذ للأمم المتحدة المتعلقة بنقلة النفط صافر وتفادي الكارثة البيئية التي كانت وشيكة في البحر الاحمر واستمع الدكتور معين عبد الملك من الممثل المقيم للأمم المتحدة الى احاطة شاملة حول مستوى الاستجابة الاممية للاحتياجات الانسانية المتزاهدة والتوجهات الاممية لتعزيز حضور الوكالات الدولية في المناطق الاكثر احتياجة بسبب تدفق النازحين واثار الحرب للاستجابة للاولويات الانسانية واكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على دعم جهود الامم المتحدة للتخفيف من معاناة الشعب اليمنى وتقديم التسهيلات كافة لحركة موظفيها وتحسين وصولهم الى المحتاجين للمساعدة والعون في انحاء اليمنى مشددا على ضرورة اتخاذ الامم المتحدة والمجتمع الدولي موقفا قويا لحماية اليات الاغاثة العاملين في المجال الانساني في بناطق مليشي الحوثي الارهابية كما اعرب عن امره في ان حوارات الشراكة التي ستنطلق خلال اليومين القادمين في عدن بين الحكومة ومسؤولية الامم المتحدة ستعزز من توجه الشراكة في التنمية والموازنة بين العمل الاغاثي والانساني في اطار التحضير لخطة الاستجابة الانسانية ناقش رئيس الوزراء دكتور بعين عبد الملك اليوم مع المدير الاقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية رباء جرادات علاقات اوروبا جرادات علاقات التعاون بين الحكومة والمنظمة في مجال التنمية المستدامة وخلق فرص عمل في اليمن بشراكة مع اطراف العمل الثلاثة رئيس الوزراء الطلع من المسؤولية او المسؤولة الاممية على نتائج زيارتها الى العاصمة المؤقتة عدا في الشهر الماضي للاطلاع على الطابعة ومستوى التدخلات لبرامج المنظمة ومشاريعها وزيارة بعض مواقع المشاريع ومقابلة المستفيدين اضافة الى التشاور مع الحكومة والغروف التجارية الصناعية واطراف العمل والشركاء التنمية لبحث مجالات التعاون لما فيه خدمة قضايا العمل في اليمن واكد الدكتور معين عبد الملك حرص الحكومة على الاستفادة من خبرات منظمة العمل الدولية لتنفيذ مشاريع لاستيعاب القوى العاملة في مشاريع التنموية وبناء مساحات جديدة لخلق فرص العمل عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة منوها بالدور الحيوي للمنظمة في مساندة الحكومة في هذا الجانب من خلال مشاريعها المنفذة خاصة في لحجة والتعزة ولفت رئيس والوزراء الى حرص الحكومة على تقديم كل اوجه التسهيلات والدعم اللازم لانجاح مشاريع المنظمة في اليمن وتوسيع انشطتها مؤكدا دعم خطة المنظمة لفتح مكتب لها في العاصمة المؤقت عدن الذي سيكون له دور مهم ومتقدم في اداء المنظمة الخاصة مع اطلاق استراتيجيتها الجديدة واهمية ذلك في خلق المزيد من فرص العمل وتنمية مهارات الفئات الضعيفة وتطويرها اعربت وزارة الخارجية عن ادانتها واستنكارها باشد العبارات التصريحات غير المسؤولة التي ادل بها البرلماني الهولندي غيرت فليدرز وانكر فيها حق الشعب الفلسطيني وتبنى فيها وهم امكان حل القضية الفلسطينية على حساب المملكة الاردنية الهاشمية الوزارة قالت في بيان ان تلك التصريحات تعد تدخلا سافرا ومرفوضا في اكثر القضايا حساسية في المنطقة العربية وعبرت الوزارة عن ادانتها لهذا التدخل السافر والتحريض المجرم مشيدة بصمود الشعب الفلسطيني ودفاعه البشروع عن نفسه وارضه مؤكدة تضامنها مع المملكة الاردنية الهاشمية في الرد على تلك التصريحات المشيدة اوقدت في العاصمة المؤقتة عدن اليوم ورشة حول تقييم سياسة الاجور في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة نظمتها مؤسسة الرابطة الاقتصادية بالتعاون مع بنك التسليف التعاون والزراعي كاك بنك الورشة التي حضرتها رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضية فراح بدولانا وزير الخدمة المدنية والتأمنات الدكتور عبد الناصر الواري وعدد بالمديرية لدارات بعدد من البنوك ناقشت اوراق عمل تمحورت حول اصلاح قوانين الاجور وتشريعاتها في الجمهورية اليمنية كما ناقشت الورشة هيكل الاجور الحالي ومدى تلبية حاجات الموظف والعملين وهيكل الاجور وعلاقته بالفقر في ظل الظروف الراهنة وكذا اصلاح الاجور الحالية ودعمها للتوافق مع الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد واشار الوزير الوالي الى ان الحرب تركت اثارا سلبية عميقة ان الوقت الحالي مرحلة استثنائية تحتاج الى البحث عن حلول تتوافق مع معطيات هذه المرحلة حاثن الباحثين والمختصين الاقتصاديين على الاسهام في التغلب على تلك الصعوبات من خلال تحسين الموارد وترشيد الانفاق مؤكدا ان المسؤولية مشتركتنا بين الجميع في مواجهة تحديات الحرب العسكرية والحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي شاركت بلادنا في المؤتمر الوزاري للدول الاقل نموا الذي اختتم عماله اليوم في العاصمة النمساوية فيينا بوفد ترأسه وزير الصناعة وتجارة محمد الاشوار وفي المؤتمر الذي شاركت فيه ست واربعون دولة اكد وزير الصناعة وتجارة اهمية المؤتمر مستعرضا الاضرار الجسيبة التي خلفها انقلاب مليشيا الحوثي في اليمن التي طالت كل مفاصل المجتمع مخلفا ازمة انسانية حادة اضافة الى الشلل الكبير الذي اعاق جميع القطاعات الاقتصادية والتنموية في البلاد وصل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعور والوفد والمرافق لها اليوم الى مدينة المكلة قادما من العاصمة المؤقتة عدن وكان في استقبالها المدير العام لمكتب فرع الوزارة بساحل حضر موت احمد بادروس ومن المقرر ان يفتتح الوزير الزعور صباح الاحد فعاليات منتدى تضامل التنمية ضمن مشروع تمكين منظمات المجتمع المدني الذي تنفذه مؤسسة العون للتنمية بالشراكة مع البنك الاسلامي للتنمية كما سيترأس الوزير لقاء موسع مع المديرين العامين لفروع مكاتب الوزارة بالمحافظات المحررة وسيعقد لقاء موسع بمنظمات المجتمع المدني وسيزور الوزير الزعور خلال زيارة مكتب الوزارة بساحل حضر موت للاطلاع على سير العمل فيه رأس وزير الدولة محافظة العاصمة المؤقتة عدن أحمد حامد لملس اجتماعا لقيادة أمن عدن وقيادة الحزام الأمني للوقوف يمام مستجدات الوضع الأمني والإجراءات المتبعة تجاه مختلف القضايا المحافظ لملس شدد على أهمية التحليب المسؤولية في أداء الواجب الوطني تقديرا للتضحيات الجسيمة التي قدمها الشهداء لأجل ترسيخ الأمن والاستقرار وقال محافظ عدن علينا جميعا قادة وأفرادنا النقفة في صف النظام والقانون في التعامل مع التجاوزات الفردية ومواصلة جهود تثبيت دعائم الأمن وترسيخها والحفاظ على كل المكتسبات التي تحققت بفضل تضحيات الشهداء الأبرار مشددا على أهمية تعزيز التنسيق الأمن بين جميع الأجهزة والوحدات وتكاتفها في سبيل حماية المواطنين واستثباب الأمن في عموم المديريات وحفظ السكينة العامة وقرى الاجتماع عددا من القرارات أهمها استمرار التواصل والتنسيق والعمل على مقافحة الظواهر الدخيلة على الأمن وتعزيز ورفع بستوى الأداء الأمني لدى مختلف الوحدات الأمنية بما يضمن تأديتها مهامها بكل كفاءة وفاعلية اطلع محافظ حضر موت الأستاذ مبخوت مبارك بالماضي اليوم على سير العمل في تنفيذ عدد من مسارات الطرق الجديدة وإعادة تاهيل الشوارع الرئيسة بمدينة المكلة المحافظ تفقد سير العمل في المسار الجديد لطريق الدائري وسط مطلعا على سير العمل من اتجاه جول الشفاء والغوازي بطول أربعة كيلومترات وثلاثمائة متر الممول من السلطة المحلية بالمحافظة والبالغة نسبة الإنجاز فيه 35% واستمر المحافظ من المدير العام للأشغال العامة والطرق بساح الحضر موت المهندس صالح العمري نائبه المهندس نائف من شملان إلى سير الأعمال الترابية التي تنفذها مؤسسة باقديم للمقاولات وتشمل أعمال الشق والردميات حيث يرتبط الطريق الذي يبدأ من الغوازي باتجاه جول الشفاء ومنه إلى الغليل باتجاه بيخة بطول إجبالي 7 كيلومترات ومئتي متر ومن شأن المشروع الذي ينفذ على اتجاهين ويشرف على تنفيذه مكتب الأشغال العامة والطرق إنجاز مسار جديد سيسهم في أحداث نقلة تنموية بالمنطقة والتخفيف من حالة الازدحام بديس المكلة ويفتح مجال للقواطر ومختلف العربات للتوجه مباشرة من الغوازي باتجاه مدينة فوة وطلع محافظ حضر موت على أعمال السفلاتة ورصف الجارية بطريق ربوة خلف البعاوس البالغة نسبة الإنجاز فيه 94% تبلغ كلفته مليون ومئة ألف دولار بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة تنفذه مؤسسة مدرار للمقاولات من المقرر استكمال المشروع في شهر ديسمبر القادم يسهم المشروع في إنجاز مسار جديد يختصر المسافة من جهة المعاوص بديس المكلة إلى منطقة خلف وتفقد المحافظ اليوم أعمال الرصف والسفلاتة التجارية أو الجارية بشوارع أحياء العمال بمدينة المكلة الذي تنفذه مؤسسة بن مالك للمقاولات بتمويل من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وطلع المحافظ على أعمال إعادة التهيل والسفلة للشارع العامة الممتد من جولة السدة إلى مطلع الجسر البحري الرابط بين المكلة والشرجة مستمعا من ممثل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع يونيبس المهندس أحمد ميسري لجهود إعادة التهيل التي تجري بوتيرة عالية بإشراف مكتب الأشغال العامة والطرق تفقد محافظ حضر موت الأستاذ مفوت مبارك بماضي اليوم سير العامل في استكمال مشروع تحويل مسار الصرف الصحي بجولة الكتاب بديس المكلة الممتد من جولة الكتاب إلى محطة الصرف الصحي بالغليل المحافظ استمع من المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي عمر الجفري والمهندس المختص سالم القنزل إلى أعمال الحفر الجارية لمسار المشروع البالغة نسبة الإنجاز فيه 35% وشدد المحافظ على سرعة إنجاز المشروع والاهتمام بجودة العمل لحل مشكلة الصرف الصحي في مناطق ديس المكلة ومشكلات المياه الآسين على جوانب شارع الكتاب وتتم بموجب المشروع عملية تحويل مسار الصرف الصحي من جولة الكتاب إلى محطة الغليل بقطر 700 ملي متر ما سيسهم في تجاوز مشكلة المياه الآسينة بجانب جولة الكتاب وخفض الاختناق في مجاري ديس المكلة وإنهاء مشكلات طفح مياه الصرف الصحي وما تخلفه من أضرار صحية أكد مشايخ أحياء ديس المكلة وأعيانه وأبنائه وقوفهم إلى جانب سلطة المحلية بالمحافظة ومساندتهم لجهودها في حفظ الأمن ودعم التنمية أعيان أحياب سويد والفاروق والثلاثين نوفمبر وأبنائها بديس المكلة أعربوا خلال لقائهم محافظة حضر موت الأستاذ مبخوط مبارك بالماضي عن إدانتهم لأعمال التقطع والإضرار بالأمن واستنكارهم للأعمال الخارجة عن القانون مؤكدين أهمية وحدة الصف ومساندتهم لجهود التوحيد الكلمة وكذا محافظ حضر موت حرص قيادة السلطة المحلية على لم الشامل وحفظ الأمن وفتح صفحة بيضاء مع الجميع والإسهام في الصفح ودعم جهود تقويم حفظ الشباب وجعلهم فاعلين في المجتمع والإسهام في العفو عن بعض القضايا دون قضايا المساس بحق الغير وكذا أن السلطة المحلية واللجنة الأمنية بالمحافظة هدفها بالدرجة الأولى مصلحة المحافظة والحفاظ على أمنها واستقرارها وكذا الحفاظ على المنجز الذي تحقق لها وهو قوات النخبة الحضرمية ومنجز الأمن الذي يشيد به كل زائر لحضر موت وقال المحافظ إن عملية ميزان العدل ما جاءت من أجل المواطن وللحفاظ على أمنه وأن سلطة البحلية تدعم أي خطوات من شأنها حفظ الأمن وإصلاح الشباب العنصر الأهم وعماد المستقبل وخرج لقاء بتعهدات من أعيان أحياء ديس المقلب الحفاظ على نظام القانون والإسهام في وحدة الصف وتوحيد الكلمة واحضار الخارجين عن القانون وتسليمهم للسلطة المحلية لاتخاذ اللازم أو العفو عنهم وقعت وزارة الكهرباء والطاقة في العاصمة المصرية القاهرة على مذكرة تفاهم أولية مع الشركة دايو الكورية لإنشاء وحدة معالجة الغاز في العاصمة المؤقتة عدن وتنص المذكرة على إقامة الشركة الكورية وحدة معالجة للغاز المسال اللازم لتشغيب حطات التوليد التي تعمل بالغاز في عدن بهدف رفع قدراتها التوليدية وتغطية العجز الراهن وتقليل كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وتعزيز استدامتها عززت شركة الخطوط الجوية اليمنية سطولها الجو بطائرة جديدة من طراز إرباص A320 وصلت يوم الجمعة إلى العاصمة الأردنية عمان قادمة من العاصمة الفرنسية باريس ومن المقرر وصولها إلى مطار عدن الدول في غضون الأسبوعين القادمين وتعد هذه ثاني طائرة تنضم لطيران اليمنية مؤخرا بموجب الاتفاقية التي أبرمها رئيس مجلس إدارة شركة اليمنية الكافت الناصر محمود أوخر شهر أغسطس الماضي لشراء طائرتين من طراز إيرباص A320 ليرتفع بذلك أسطول طيران اليمنية إلى سبع طائرات يواصل صندوق النظافة والتحسين بالعاصمة المؤقتة عدن حملة رفع المخلفات والخواجز الترابية في عدد من الشوارع والطرقات العامة المغلقة منذ سبع سنوات الحملة تأتي ضمن خطة ينفذها الصندوق وتهدف إلى القضاء على بظاهر الحرب التي تعاني منها بعض الطرقات بالمحافظة وإعادة الحياة إلى الشوارع العامة المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الآتي نتابع تنفيذا لتوجيهات وزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس يواصل صندوق النظافة والتحسين بالعاصمة المؤقتة عدن حملة رفع المخلفات والحواجز الترابية والأسمنتية في عدد من الطرقات والشوارع العامة منذ الصباح الباكر تنفذ الفرق العاملة التابعة لصندوق النظافة والتحسين حملة واسعة لتنظيف الشوارع التي تم فتحها من قبل الجرافات وآليات النقلة الثقيلة لا سيما بعد تعزيز الصندوق بعدد لا بأس به من الآليات المتنوعة والحديثة المقدمة من السلطة المحلية بمحافظة عدن كما تلاحظون الآليات القديدة التي استلمناها قبل أسبوع وآليات السابقة هذه الآليات بدأت تقني ثمارها دعم المحافظ من حساب السلطة المحلية ومن حساب صندوق النظافة بدأنا بتسخير هذه الآليات التي كانت سابقا تعمل في مقال النظافة الآن بدأنا نعزز دورها في المخلفات هذه أساسا كانت للمخلفات والآن بدأنا نفتح الشوارع ونرفع المخلفات البناء التي على الطرقات ونحافظ على هذه الأماكن الحملة التي تسادف فتح الطرقات المغلقة منذ سبع سنوات تضمنت شارع العريش المحاذي لمعسكر النصر حي الصولبان في مدينية خورمكسر وصولا إلى محطة العسيمي وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية في المدينية وقيادة الألوية الأمنية التي تقع مقراتها بمحاذاة الشوارع المستهدفة وذلك لضمان نجاح الحملة التي تهدف إلى القضاء على كل مظاهر الحرب واستعادة الحياة المدنية بكافة أشكالها هذه الحملات تواصلوا للحملات السابقة والحملة اللي دشنها صندوق النظافة في الأسبوع الماضي في فتح الشوارع المغلقة شارع النيابة والإصدار الآلي والآن حاليا في شارع الشرطة وخفر السواحل وتأتي هذه الحملات بتوجيهات الأخ المحافظ وزير الدولة وبإشرف مباشر من قبل الأخ المدير التنفيذي لصندوق النظافة وتحسين مدينة المهندس قايد راشد وهناك ارتياح واسع من قبل المواطنين لفتح هذه الشوارع المغلقة والعمل على رفع المخلفات منها على مدى أسبوع منذ انطلاق الحملة يتابع المهندس قايد راشد أنعم مدير عام صندوق النظافة والتحسين بمحافظة عدن ومعه فريق العمل المرافق له في متابعة النشاط اليومي لسير الحملة ومستوى الإنجاز الذي حققته الفرق العاملة من عملية فتح الطرقات وتنظيف الشوارع أمام السيارات وتنقل المواطنين لتلفزيون حضر موت والضاحة الشليلي عدن تشهد مدن ساحل حضر موت أجواء صحوة مغبرة نسبيا ورياح معتدلة السرعة والدرجات الحرارة دافئة نهارا إلى معتدلة الليلة وفي رياف الساحل والهضبة الجنوبية أجواء صحوة ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة معتدلة النهارا مائلة إلى البرودة ليلة فيما تشهد مناطق ووادي وصحراء حضر موت والهضبة الشمالية أجواء صحوة بوجه العام ورياح معتدلة السرعة والدرجات الحرارة دافئة نهارا إلى معتدلة الليلة والآن مشاهدين إلى حالة التقص اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خطام النشر بمناسبة انتهاء فترة عمله رئيس الوزراء يستقبل في عدن الممثل المقيم للأمم المتحدة في ظل الأوضاع الراهنان عقاد ورشة بعد حول تقييم سياسة الأجور للوقوف أمام مستجدات الوضع الأمني لم نسيشدد على التحلي بالمسؤولية في أداء الواجب الوطني والتقدير التضحيات للتخفيف من حالة الازدحام محفظ حضر موت تفقد العمل بمسارة طرق جديدة بالمكلة ولمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيون حضر موت نهاية النشرة مشاهدينا في أمان الله نهاية النشرة